قال عز وجل ولا تشركوا به شيئا لما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده نهى عن ضد ذلك وهو الشرك بالله والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يكون من خصائص الله عز وجل والشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر فأما الشرك الأكبر فهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله فكل هذا من الشرك الأكبر ومن الذنب الذي لا يغفر والشرك الأكبر له خصائص أربع أولا أنه مخرج من الملة وثانيا أن صاحبه مخلد في نار جهنم قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثالثا من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفر قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ورابعا من خصائص الشرك الأكبر أنه محبط للأعمال قال الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر والشرك الأصغر له تعريفان التعريف الأول أنه كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة وقيل في تعريفه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سواء حلف بنبي أم بملك أم بصالح أم بحياته بأن يقول وحياتي وحياتك والنبي وفلان كل هذا من الشرك الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ترجمة نانسي قنقر